السباك ده جي عمليه بالزبط؟ كان بيغير حنفية المطبخ، كان بيتخر ما الحنفية زي ما هي في المطبخ لا تغيرت ولا حصل فيها حاجة يمكن يا سيف غير لها جلدة ولا حاجة انا دخلت المطبخ، لقيت حلافية سليمة فيها حاجة دي؟ لم فهش حاجة دي هم؟ والسباك ده عدد ديه بالزبط تقدر تقول كده عشر دقايق، ربع ساعة وهدين ايه؟ انت بتشوك فين والسباك ولا ايه؟ تجنينش ولا ايه؟ اول انا ما قلتش كده، وبعدين انا واصق فيك وفي اخلاقك فيها اسهام، وانا لسه عارفك البارح اللي ايه؟ ما انا عارفة ان انت واصق فيه مش ده اللي مزع عني، اللي مزع عني ان انت مش واصق في نفسك تتهبالتي ولا ايه؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ تعرف انت بتكلمين مين؟ انا سيف الحديد دي، انت عارفة انت بسموني ايه في الوزارة؟ الصقة بالنفس ماشي على رجلين اديك قلتها اه ماشي على رجلين، يعني ساع كده وساع كده يعني مش راسيا كده على حال الخوف بقى لا تروح ما ترجعش تروح ما ترجعش؟ هم؟ انتي توصودي ايه بالكلام ده؟ انا مصطش حاجة بقولك يا سيف انا مزاجي النهار ده رايق مش طلبة معاك ان انا خالص، خالص استني هنا انت راح في ايه؟ راح في ايه؟ اه راح اخد شوار لا الله ايه، وش معنى بقى دلوقتي؟ او النهار ده؟ ايه ستاخد شوار؟ ايه ده؟ هو الشوار؟ بقى الموعيدة عندك؟ ارحمنا يا رب ارحمنا اهلا، ازايك يا سامي عم ايه؟ ازايك يا علي؟ يا ترى ماما موجودة؟ اه موجودة، تفضلي، تفضلي برسي تفضلي، تفضلي هيا يا حاجة، اخبارك ايه؟ طامنيني عليك الحمد لله زي الفل، ولا ايه حماتي؟ الحمد لله، فضل ونعمة من عند ربنا انت مش كنت نزل يا مرزوق ولا ايه؟ اه، هشرب بس كبات شاي معاك وكده، وبعدين اتكل على الله بطة، اعملي شاي لخطيبك حاضر يا امو، تشرب ايه حبيبتي؟ لا 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 مرسي، انا جاي في السريعة ومشي على طول لا ده كلان، انا هعملك شاي يا ريت يا حاجة لو نبقى على انفرد على انفرد ليه؟ مفيش حد غريب هنا، كلنا اهل وساتل وغط على بعض ايها بس يعني ما تخفيش، مرزوق دايب خطيب بطة بنتي، وبعدين ده صاحب ادم قوي طبعا حماتي، انا فديكوا برقابتي، بس انا عايز اعرف الاستاذة عايزة ايه بالزبط ادم عايز يقبلكم ادم؟ طلب مني حدد معاكم معاده مكان المقابلة يعني هنروحوا في المكان اللي هو مستخبي فيه؟ لا، هو هيجيلكم في المكان والزمان اللي انتو تحددوه اه بس اكيد يعني مش هنقابله في مكان عام لاحسن لقدر الله ينكشف، يستحسن يكون في بيت طبعا ايوة بس البيت هنا ماينفعش، البوليس اكيد مراقب البيت ومستني وصول ادم في اي لحظة خلاص، في بيت حماتي، بيت مداري، وبعد عن عيون البوليس تمام كده، اديني بقى العنوان عشان يبلغوا بيه قولي له في بيت حمات اختك سامية، هو عارفه طيب، تحبوا امتى يا حجة؟ خيروا البر عجله، يا ريت بكرة اه، ادم وحشنا قوي وعايزين نتطمن عليه يعني خلاص، بكرة الساعة اتنين الدهر هيكون في المعاد والمكان اللي حددته يا رب، يا رب تجيب العوائب سليم، ما قادر يا كريم يا رب يا رب، طيب استأذن انا بعد وانا كمان عشان عندي شور ايه دا؟ بش هي مرزوق؟ مش ربي انت يا بطة، يلا تفضلي يا أستاذة سلام عليكم، عليكم السلام وطلها بركاته يا رب ليه يوم ما خلتيها تفتح السيرة قدام مرزوق؟ الله وفيها ايه يا بنتي، مرزوق دا هيبقى جوز أختك بطة، وستر وغطى علينا، ومش ممكن يفكر يزينة يوم ما تنسيش ان مرزوق دا امين شرطة ايو بس مش هنكر هيفكر يزينة ابدا جرى ايه يا سامية؟ تشكف مرزوق؟ اللي احتياط وجب يختي دا يمكن مع عبدو جوزك، بس مرزوق أبدا، دا جدعو على كل الجدعان بعدين بقولك يا سامية، اذا كنا قامناها على بنتنا، مش هنقامنوا على سرنا لا، بس امار انتي فين؟ لأ أنا ازهقت لأ معايا بس مش عارفة لفه بقولك إيه هو مفيش منه ملفوف طب تمام خليكي بيقى معايا كده واحدة واحدة وقولي لعمي إيه بالزبط آه أنا معاك آه تمام لأ أنا بقى لي ساعة محتاسة آه كده أوكي ماشي تمام هم أيوة تمام لا أكلمك بعدي وكمان يا بشا البيت اللي اسمها عالية الصحفية دي راحت زارت أهل آدم وقعدت عندهم حوالي ساعة وبعد كده نزلت آه وإيه اللي يؤديها هناك مش فيه أمر من نايب العام بحظر أنها شرف القضية دي تماما أيوة تمام ساعدتك بس ما تنساش الناس ميلته في الجامعة يعني ممكن تكون راحت تطمن على والدته ولا حاجة فيه يا شامبي هو أنت معانا أولا معاياه أنا مع العقل ساعدتك والعالي بيقول إن إحنا لازم نقلب الموقف من جميع الزوايا عشان نوصل لاستنتاج صحيح آه يعني حضرك تقصد إن أنا ببص المواقف من زاوية واحدة والله يا شامبي يعني ومنكم نستفيد لا يا بشا العفو أنا ما قصدش والله أنا كل اللي أنا قصده إن أنا بفكر بشكل مختلف عن ساعدتك آه يعني أنت تقصد إن أنا بفكر بشكل يجير متحضر جرية يا سيف بيه أنا ما قصدش أي حاجة من اللي أنت بجرية أنا اللي جرى إيه برضو يا شامبي ما دخل بالك من كلامك نالو هيا مرزوق بتقول إيه؟ قليك معايا نعم في بيت حماد سامي واختها الساعة كام تمام تمام عارف أنا الانوان ده مرزوق أول ما هذا ما يوصل تديني لنا هاكون حندك في ثانية مفهوم؟ مرزوق خلي بالك أنا بمحبش الهزار أع السلامة فور جت يا باشا عايزك تبجهز الصبح نتور رجالة عايزي بندخل نجيبي الودة في دقيقة مرزوق اتفعل معايا أول ما قدم هيوصل عنده هايديني لنا مفهوم؟ مرزوق ايه وعنت اخر يا بطة؟ ما تقلقيش يا هانا؟ وما انخلتي صبرة فيه؟ سبقتنا هي وياحية عنده سامية انت متأكدة انه هيجي؟ بإذن الله ان شاء الله كلنا هنشوفه ما تقلقيش بقى؟ طب هي حماد سامية سكنة فيه؟ يا من انت هنا فابولهاي لأخر الشارع وانت ما تعرفيش؟ بيت هنا؟ انت راح فيه؟ انا رايحة معاهم عشان نجيب الجهربيات عشان جهاز بطة الكهربية توزفت ايه؟ ايه مش الجر على فوق؟ ليه كده بس عم الحج؟ ما تسيبها تروح تتفرج براحتها؟ دي حتى عروسها وعلى وش جواز انت مال امك؟ تدخل ليه بيني وبين بنتي يا ريخي؟ انا بس يعني يقولك؟ بس بس مرزوقتكم يالله اسفطال على فوق اطلعي ايه انا اطلعي اسمعيك بطة انت هتشتازيني منها بطة انا واقف يالله انجروا دامي يالله يا مرزوق يالله يا مرزوق انت